تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 407 من القضايا التامونية بمضبطات بلغت ما يقترب من 89 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالية حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 32 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط أكثر من 56 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 606 من القضايا من بينها 77 قضية خبز ناقص الوزن و77 قضية خبز غير مطابقة للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظوب التوريد وتداول القمح المحلي فتم ضبط 6 من القضايا مضبطات بلغت أكثر من 37.5 أقمح محلية